وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَى الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المني عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الدوان الملك السلام عليكم معالي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحييك تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء في كل من استدوهات الرياض واستدوهات جدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداتا مهتدي كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من من يستمع القول فيتبع أحسنه والله المستعان اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء ونذكر الإخوان أننا نستقبل رسائلهم على جوال البرنامج للرسائل فقط والويتساب 05-1-7-8-5-5-3-6 تحياكم الله بداية بارك الله فيكم مع علي الشيخ هذا السائل يقول ما هو الرياء والسمعة وما وجه اعتبارهما شركا شركا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبناه اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الإجابة على هذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وهو سبحانه وتعالى المستحق لكل تعظيم وإجلال فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل وصاحب المنة وصاحب العظمة وصاحب الكبرياء هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والتعظيم فهو سبحانه على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى المهيمن على عباده وبناء على هذا ونظرا إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فإذا العبادة ينبغي أن تكون لمستحقها ألا وهو الله سبحانه وتعالى فهو رب السماوات ورب الأرض خارق الكون بيده ملكوته كل شيء بيده مقاليد السماوات والأرض هو الغني وهو الحميء وهو الحكيم وهو على كل شيء قدير هو الرحمن الرحيم هذه الصفات العظيمة يجب أن تصرف لله هذه الصفات العظيمة هي المؤهلة التأهيل الكامل لأن ينفرد صاحبها بالتعظيم والإجلال والخضوع والخنوع والخشوع ولا شك أن هذه الصفات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة التامة وأن يتعلق به وأن يتوجه إليه سبحانه وتعالى وأن لا يشارك في عبادته أحد بل هي لله سبحانه وتعالى تحقيقا لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله فإذن نفس الآن الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس فيقولون عنه بأنه عابد وبأنه متجه وبأنه تقي صالح وأنه إلى غير ذلك من الصفات التي تنسب إليه والحال أن التوجه يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى السمعة هو كذلك أن يقول ما يمكن أن يمدح به إما أن يترو كتاب الله أو أن يكثر من الحمد والشكر والاستغفار وإنابه إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه يرفع صوته بذلك ليسمعه الناس فيقولون عنه بأنه تقي صالح هذا إذن هذا الذي يعمله الآن هو يعمله لله ولغير الله فهو يعمله لله ويعمله كذلك لمن يحمده لما رآه أو لما سمعه عنه فإذن وجه كون أن الرياء والسمعة من أنواع الشرك هو في الواقع أن صاحب هذا التصرف وصاحب هذا الصنيع وهذا العمل هو يعبد الله ويعبد مع الله غيره في أنه يريد أن يراه أو أن يسمعه وهو يقوم بهذه العبادة أن يسمعه من يسمعه حتى يذني عليه بأنه عابد وأنه تقي وأنه صالح وهذا وجه القول بأن الرياء والسمعة الشرك ولا شك أن هذا هو في الواقع على كل حال الشرك الأصغر هو لا يخرج من الملة ولكنه أعظم الذنوب وأكثرها جزاء سيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله فيجب على العبد أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد بعمله عن كل ما يؤثر على هذا العمل وأن يكون مخلصا في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وخلاصة القول أن الرياء فعل العبادة ليراه الناس ويحمدوه ويقول عنه بأنه تقي صالح وأنه متجه وكذلك بالنسبة للسمعة ليسمعه الناس في قراءته أو في ذكره أو في تسبيحه أو في تحبيده أو في دعائه أو في التجاءه إلى الله لكنه يحب ويسمع صوته لمن يظن أنه يمدعه وهذا يؤثر على العبادة رسولنا صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم أنا قوله صلى الله أو روايته عن ربه سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا هذا العمل الذي فيه الرياء وفيه السمعة هو في الواقع مشرك مع الله غيره وبناء على هذا والله سبحانه وتعالى يحبط هذا العمل ولا يكون لصاحبه أي أثر صالح ونافع له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل والرياء والسمعة وأن يهدينا سواء السبيل نحو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى اللهم استعانا اللهم أمين جزاكم الله خير الجزام علي الشيخ عبد الله لكن هناك بعض الناس يترك بعض الأعمال الصالحة خوفوا من أن يقال أنه رياء أو مرائي ما صحة ذلك؟ جزاك الله خير هذا في الواقع لا شك أنها أولا إنما الأعمال بالنيات فإذا كان المر وهو يعمل العبادة سواء كانت فعلا أو قولا هذه العبادة يعملها لله سبحانه وتعالى وليس في خلده ولا في تفكيره أنه يعمل لأجل أن يسمع أو لأجل أن يرى في فعل العبادة فإذا كانت هذه نيته فالحمد لله ما جاءه من أفكار تقول له بأن عملك يحتمل أن يكون رياء أو شمعة هذه ما هي إلا وساوس وإيحاءات الشيطان ليصده عن ذكر الله وعن التوجه إلى الله في العبادة والتعظيم ولا يجوز لهذا الإنسان التقي الصالح الذي يتجه بعمله إلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب إلى هذه الدعوة الفاسدة التي مبعثها الشيطان وساوسه وهمزاته ولمزاته وإيحاءاته ولا حقوقته إلا بالله العليل رضي نعم معالي الشيخ يبدو أن الموضوع جدا مفيد هناك من يقول أن هناك من يقرأ القرآن ليقال قارئ وهناك من يتصدق ليقال متصدق يعني هذه النيات بارك الله فيكم كيف نتركها لا شك أن هذه النيات إذا كان غرضه من القراءة أو من التصدق أو من فعل أي عبادة يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى غرضه من ذلك أن يحمده الناس فيقول عنه بأنه متجه وأنه تقي وأنه يكثر العمل الصالح ونحو ذلك فهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه بمعنى أن عمله حابط مهما كان لأنه لم يعمله لله وحده وإنما أشرك مع الله غيره في من يراه أو يسمعه ليقال عنه بأنه عابد وأنه تقي وأنه متابع لتلاوة كتاب الله ولذكر الله إلى آخر ذلك نعم برك الله فيكم أن تقلوا إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله يقول ما وجه اعتبار الحلف بغير الله شركا أو كفرا وهل يخرج الحالف بغير الله من الملة هذا حفظكم الله الحلف بالله نعم هو عبادة وينبغي أن تكون العبادة بكاملها لله سبحانه وتعالى ولا يجوج تعظيم لصفة ولاتجاه لا يكون إلا لله لا يجوج صرفه لله ومن حلف بغير الله فقد عظم هذا المحلوف به عظمه وجعله قادرا وعظيما وملجأا ونحو ذلك هذا كله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يقارن بين معصية الحلف بغير الله وبين معصية اليمين الغموس واليمين الغموس اليمين الكاذبة وهي يمين بالله وهي يمين بالله لكنها كاذبة لاستحصال أمر ليس له فيه حق فيقول عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة فهو الآن يوازن بين اليمين الغموس الكاذبة ولكن اليمين متجه إلى الله سبحانه وتعالى وبين اليمين الصادقة المتجه إلى غير الله فهو يرى ورأيه الصحيح والصواب أن الحلف بغير الله يعتبر معصية عظيمة وأن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان كاذبا في توجهه أهون من هذه المصيبة وهذه المعصية التي هي الحلف بغير الله ولهذا نحن مع الأسف الشديد نجد مجموعة من أخواننا يتساهلون في ذلك فتجده يقول بالنبي بالأمانة بجاه فلان بحياة فلان حياة أبيك حياة أمك حياة شيخك إلى آخره بالكعبة بالأمانة كل هذا لا يجوز فهو يعتبر شرك وقد ذكره العلماء رحمهم الله ونص على أنه الشرك الأصغر والشرك الأصغر هو في الواقع مهما كان وإن كان صغيرا لكنه معصية كبرى لا تخرج صاحبها من النار الله أعلم اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء هذا يسأل يقول بارك الله فيكم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه جوابا عن سؤاله خالصا من قلبه عندما قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه نعم جزاك الله خير أولا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية لأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر اتجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال من أقرب الناس شفاعة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد توحيد الألوهية توحيد الخضوع والخنوع والعبادة والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله هذه الكلمة العظيمة من كان متابعا لها يتعبد الله سبحانه وتعالى بلفظها ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها فلا شك أن هذا هو وجه أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وأما من يقول هذه الكلمة لكنه في الواقع عنده اتجاه وعنده توجه إلى المقامات إلى الأولياء إلى الصالحين لطلب النفع ودفع الضرر وجلب الخير ودفع الشر ونحو ذلك هذا في الواقع لم تكن هذه الكلمة وهو يقولها خالصة من قلبه وإنما هو كذاب في هذه الكلمة بحيث أنه لم يتقيد بمقتضاها فمقتضاها لا إله إلا الله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فيجب علينا معشر المسلمين أن يكون منا إدراك لهذه الكلمة وأن لا نكون أقل فهما وأكثر جهلا من كفار قريش فكفار قريش حينما أمرهم صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله فهموا معنى كلمة لا إله إلا الله فقالوا أجعل العالهة إله واحدة فهم يعرفون أن من يقول هذه الكلمة العظيمة يجب عليه أن يفرد التوجه والعبادة والتعظيم لله سبحانه وتعالى وحده فبناء على هذا فأكثر الناس أكثر الناس وتوجها أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يقول هذه الكلمة وهو أحرى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره إذا كان قال هذه الكلمة حالصة من قلبه بمعنى أنه أخذ بأركانها الثلاثة التعبد بلفظها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها حذركم الله نحن معكم أيها الإخوة والأخوات ونستقبل رسائلكم النصية على جوال البرنامج 051785536 حياكم الله نعود إلى الأسئلة حفظكم الله هذا السائل يقول ما هو القول الصحيح في أسماء الله وصفاته أسماء الله وصفاته هي في الواقع لا شك أن أسماء الله وصفاته هي أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى على أعلى وأكمل وجه فهو سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم وحكيم أثبتت النصوص الشرعية أن له وجه وأنه استوى على عرشه وأنه يحب وأنه يبغض وأنه سبحانه وتعالى مع عباده كل ذلك مجموعة من الصفات الكثيرة لكن هذه الصفات أهل السنة والجماعة يقولون بخصوصها بأن ما ثبت من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسله على وجه العموم ما ثبت فهم يثبتونه لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكيف ولا تشبيه ولا تأويل وإنما يثبتونه كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة المسلمين حينما سئل عن الاستواء كيف استوى الله سبحانه وتعالى فقال لصاحب السؤال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فإذا جميع ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يجب إثباته على الوجه الأكمل لله سبحانه وتعالى ولا نقول ولا ننفي الصفات خشة أن نمثلها بأن نمثلها أن نمثلها ولا أن ننفاها أو أن نؤولها أو أن نشبها بل يجب علينا الإيمان بها وبمعانيها ما نقول والله هذه أمرها مفوض إلى الله صحيح كل شيء تفضل الله ولكننا نعرف للسميع معنى للبصير معنى لوجه الله سبحانه وتعالى معنى للاستواء معنى نعرف ذلك ولكن كيف 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 ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نكيفها بمعنى لا نتحدث في كيفية هذه الصفة الله السميع له سمع وله بصر وله إدراك وهو يحب وهو يبغض وهو سبحانه وتعالى يشاء ويقدر وجميع ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى أرعى عن رسوله كلها صفات يجب العناء يجب الإيمان بها الإيمان الكامل ولكن لا يجوز أن نكيفها لماذا لا يجوز أن نكيفها لأن التكيف معرفة الصفة التي عليها الموصوف هل أحد منا رأى ربه حتى يعرف كيف استوى أو ما هو سمعه أو ما نوع سمعه ما نوع بصره ما نوع يده ما نوع عينه ما نوع إلى آخره لأبدا لم يرى أحد منا ربه إذن كذلك نأتي للمصدر الثاني للعلم وهو البلاغ هل وجد من رسولنا صلى الله عليه وسلم أو من غيره من رسول الله وأنبيائه من أعطانا كيثية صفة من صفات الله الجواب لا فإذن ظلم أنه ليس لدينا علم بكيفية الصفة فإذن نحن نؤمن بالصفة ونؤمن بمعناها ولكننا نقول إن كيفيتها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا هو منهج السلف الصالح في إثبات توحيد أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والانحراف في أسماء الله وصفاته اللهم أمين ولازلنا معكم أيها الإخوة في حلقتي هذا اليوم من برنامج الفتوى عبر القناة السعودية معالي الشيخ هذا يسأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير هذا سؤال في الواقع وجيه جدا وهو في الواقع مزلت أقدام وأفكار وآراء لمجموعة من علماء المسلمين مع الأسف الشديد فالله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله سبحانه وتعالى قدر على عباده يقول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في بطن أمة أول ما يكون نطفه ثم يكون علقه ثم يكون مضغه ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيه ويكتب الملك الموكل بذلك رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فعلى كل حال يعني فنحن الآن بين هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى مقدر على أهل الصلاح صلاحهم وعلى أهل الفسوق فسقهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى ولكننا نقول نعم ما يتعلق بالإنسان هل هو ميسر هل هو هل هو هل هو مسير مسير أو أنه مخير أو أنه مخير يا شيخ أو أنه مخير هل هو مسير أو مخير نعم ففي الواقع على كل حال ننظر ننظر الآن إلى أن الله سبحانه وتعالى وتعالى من على كل واحد منا بعقل هذا العقل يستطيع به أن يعرف الخير من الشر والضرر من النفع أو النفع من الضرر كل ذلك في الواقع يدركه العقل ويدرك العقل الكثير من الأمور التي يستطيع بها أن ينتفع بما يدركه وبناء على هذا فالإنسان كذلك لا يعرف هل هو مقدر عليه أن ينحرف في اتجاهه نحو حق الله سبحانه وتعالى عليه أو أنه مقدر عليه ومقدر له أن يتجه إلى ما يحبه الله هو يرضى هو في الواقع ليس هناك قوة أمامه تمنعه من أن يتجه هذا الاتجاه أو يتجه هذا الاتجاه بل هو سبحانه وتعالى أعطاه هذا العقل المميز له وبناء على هذا فهو مؤاخذ بما يتجه إليه والقول بأن هذا مقدر عليه أو هذا أنت لا تعرف وأنت تتجه الاتجاه الذي تتجه إليه سواء كان اتجاه خير أو اتجاه شر لا تعرف ما هو المقدر عليك فأنت تتجه وكل ميسر لما خلق له وفي نفس الأمر الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله فنحن نقول الإنسان مخير في أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل الذي يستطيع به معرفة الخير من الشر ومعرفة آثار اتجاه إلى الخير وآثار اتجاه إلى الشر وكذلك يعني هذا مخير ومسير في أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه ما سيعمله في هذه الحياة ولكنه لا يعرف ذلك حتى يقول والله أنا أحب أني أتجاه إلى الصلاة لكن مكتوب علي أني لا أصلي وش يدريك أنه مكتوب عليك أنك أتصلي أو أنك لا تزكي أو أنك لا تسوم أو أنك لا تعبد الله ما الذي أدراك الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل وأعطاك قوة اختيار فأنت عليك أن تتجه وما تتجه إليه هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى فإذا نقول الإنسان مخير في أن الله أعطاه من القوة العقلية ما يدرك به ما ينفعه وما يضره والله سبحانه وتعالى قد كتب له أو عليه ما سيعمله إلا أنه لا يدري عن ذلك وبناء على ذلك فالله سبحانه وتعالى سيحاسب العبد في تصرفه لوجود العقل معه الذي يعرف الخير من الشر والله المستعان الله المستعان بارك الله فيكم معالي الشيخ ومن الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل عن الدعاء فيقول هل يجوز للإنسان أن يدعو فيقول اللهم أني أسألك أني لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف به هذا في الواقع على كل حال لا شك أن هذا لا يجوز بحال من هذه الحوال وإنما الذي يجوز اللهم أني أسألك رد القضاء وأسألك اللطف به في حال وقوع لأن القول اللهم أني لا أسألك رد القضاء هذا فيه تشكيك في أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على رد القضاء فالقضاء تم وكمل فلا يقدر الله سبحانه وتعالى على رده الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإنما الذي ينبغي لنا في دعائنا أن نقول اللهم إني أسألك رد القضاء واللطف به في حال وقوعه حتى يكون للإنسان العقيدة الصحيحة في أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومن ذلك رد القضاء نعم بارك الله فيكم هل يدخل في ذلك قول لا قدر الله لا سمح الله هذا الذي يظهر لي والله أعلم لا قدر الله لا سمح الله هذا دعاء ممن يقول هذا القول وهو يقول الله لا يقدر ذلك الله لا يسمح بذلك الله لا يقدر ذلك يعني ليس معنى هذا بل هو يسعى أن الله سبحانه وتعالى لا يقدره وإذا قدره كذلك فهناك مجموعة وسائل من شأنها أن ترد القضاء لا على كل حال فيما يتعلق بالصدقة الصدقة تطفي غضب الرب وغير ذلك من مجموعة أمور هي في الواقع ترد القضاء بإرادة الله و بإرادته و مشيئته سبحانه وتعالى و بناء على هذا فلا يظهر لي مانع من أن تقول لا قدر الله لا سمح الله فأنت تدعو دعاء والله سبحانه وتعالى في مراده و في قدرته و مشيئته و تقديره نعم جزاك الله خير أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج هذا يقول هل يجوز الترحم على من مات على غير الإسلام عندنا في الواقع يعني نص وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة أمه و المعلوم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهي ماتت على الشرك الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله في أن يزور قبر أمه و لا يدعو لها برحمة ولا مغفرة و إنما يزور هذا القبر لما في نفسه صلى الله عليه وسلم من التشوق لذلك هذا دليل على أنه لا يجوز لنا الترحم لأترحم على من مات على غير ملة الإسلام لا يجوز يروى كذلك أن اليهود كانوا يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم و يتعاطسون بمعنى يتكلف واحدهم أن يعطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له ليشمته صلى الله عليه وسلم فيقول يرحمك الله فكان صلى الله عليه وسلم إذا عطس اليهود عنده قال يهديك الله لا يقول يرحمك الله و بناء على هذا فمن مات على غير الإسلام لا يجوز الترحم عليه و لا طلب المغفرة له و إنما الذي يجوز في حال حياته الدعا له و في نفس الأمر كذلك عدم الجزم أو القول بأن فلان الذي على غير ملة الإسلام هو في النار لأنك ما تدري لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للإسلام ثم يموت على الإسلام فإذا لا يجوز لنا كذلك أن نجزم بأن فلانا ممن كان على غير دين الإسلام وهو لا يزال حيا أنه في النار فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا بعد موته و إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة و يموت على ذلك فإذا عبرة بالخاتمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا و أن يحسن خاتمتنا نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله متواصل معكم أيها الإخوة و الأخوات و من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج هذا يسأل يقول هل يجوز للنساء زيارة القبور رسولنا صلى الله عليه و سلم ثبت عنه قوله لعن الله زوارات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج بعض طلبة العلم يقول بجواز ذلك و يحتج بحديث بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث روي عنها قولها قولها نهينا عن زيارة القبور و لم يُعزم علينا فكلمة نهينا عن زيارة القبور و لم يُعزم علينا دائما و أبدا الأمور الشرعية مبنية على الأوامر و لكن إذا لم يأتي لهذه الأوامر تأكيد هل يبطل الأمر بها أبدا الأوامر قائمة و لا يبطل بها و بناء على هذا نهينا عن زيارة القبور هذا حديث صحيح و هذا كذلك نفسه الآن نص يدل على أن زيارة القبور للنساء غير جائزة و كلمة لم يُعزم علينا هي في الواقع على كل حال يعني لم يأتي التأكيدات التأكيدات القوية الموجبة للوعيد الشديد أو للخروج عن ملة الإسلام أو كذا و إنما هو نهي و الأصل في النهي هو التحريم فإذا زيارة القبور لا تجوز للنساء لقوله صلى الله عليه و سلم لعن الله زوارات القبور و هذا اللعن لا يوجه إلا لمن كان قد اتصف بمعصية كبرى و العياذ بالله نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله و جزاكم الله خير الجزاء كان ذلكم هو السؤال الأخير في هذه الحلقة نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا و أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله هافظكم الله و رعاكم و نستودعكم الله و نستودع إخواننا و نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا جميعا مما يستمع القول فيتبعوا أحسنه و الله المستعان أيها الأخوة و الأخواتي لهنا و ناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء و المستشار في الدوان الملكي جزا الله الشيخ خير الجزاء و جعل ذلك في موازين حسناته و نسأل الله سبحانه و تعالى أن يحفظنا و أن يحفظ بلادنا من كل شر و من كل مكروه و أن يرفعنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن و أن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوب و في كل مكان و أن يحفظا ولاة أمرنا و مشائخنا و علمائنا و أن يمن علينا بالأمن و الأمان و السلامة و الصحة و العافية نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء المقبل هذه تحية من الزملاء كافة و من الزملاء أيضا في تلفزيون جدة و كذلك من المخلس سلطان عتيبي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر